كتاب جمع الجوامح ننادي السفرثي للإمام تاجد الدين السبكي المتوفى سنة 771 الهجرة منذها مئة مصنف فكتاب جمع الجوامح ذاير روج ذاير روج أم القرآن ذاير بحريش انتموسني ذاير شرعيث اسمس أصول الفقه الإسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يثمثاً أيها الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو المجلس رقم 41 من مجالس شرح كتاب جمع الجوامح لتاج الدين السبكي المتوفى سنة 771 للهجرة نسكمي ليث مثلاً وقيد المجلس سويسي 41 ذا دروس شرح كتاب جمع الجوامح السجن بضد إلى مسألة مسألة الصحابي من اجتمع مؤمناً بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يروي ولم يطل انتهى قول المصنف فمثال تاقي يهضرد فو صحبي الصحابي يكو علماء الأصول كوليون مشي إدخذم تعريف الصحابي وقول الصحابي مصدر من مصادر التشريع ما هو المعنى ببوال في مسألة كنت شرعي ثم زوروث ثارقة ثم زوروث القرآن ما هو دين ربي قال الله تعالى إذا افتغل أي سؤال ما رأيت جاوظ زوريت بهذا الترتيب والترتيب معتبر الدينيض منهجيا ما هو دين ربي قال الله تعالى إيناد كذا وكذا ثرقة في السنة للسنة أما كان سيدنا الشرع فيما سبق قال النبي صلى الله عليه وسلم إما سنة قولية نغسنة فعلية نغسنة تقريرية وقى من حيث الماهية من حيث السند ثل السنة المتواترة ثل السنة المشهورة المستفضة ثل السنة الأحد أو خبر الأحد حسب التصنيف لأنه مرحي نغسنة ما معنى السنة ذاقي الشي لقي سيقصد الدينيض ذا شو تفغير ذا شون تعريفة تفغير ما نغسنة تعريف الأصوليين علماء الأصول الدينيض ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يلا تعريف المحدثين يعني وقد شن ذي الحديث الصناعة الحديثية علماء الحديث الناس ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفات خلقية أو خلقية أو سيرة يعني تعريف موسع هي السنة عند الفقهة استمغلي استطن الفقهة أدي نظر إما السنة ما يقابل الفرض إيه أدي نظر رمضان فرض الصبرين سنة هاتين تفرعوا حز فاقيد الفرض فاقيد السنة أي شي نغل صالة العشاء فرض التراويح قيام الليل سنة مشهد الفرض إلا ذا تعريف ويضغل فقهة ما يقابل البدعة أدي نثقي السنة ثقي بدعة إما يكريون هذه الظال أدين الله أكبر بعد هذه خميفة سنسا ثقي بدعة ما غير خميفة سنسا لذفير بدعة ولكن ما يخذ ماكع بالقبض نغب السدل وريخوا الفارس سنة تفرعوا حز ولكن ام بعد السنة ديس الإجماع حضرت فلس فيما سبق ام بعد ديس القياس أدنو غلما دورس ذي الكتابا القياس يلحق أمر بأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في العلة في علة الحكم بعد سي مصادر تشريع قوله الصحابي يناد عثمان بن عفان يناد ذنسي دينا ما شي ناقل للحديث ما يلا انقلت خبر النبوة خبر نبي الصلاة والسلام وقيل السنة الديني يناد في كذا وكذا عن عثمان بن عفان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقيل نظر الحديث ذا شو يقصد ياروان ذا عثمان بن عفان يقصد ياروان يسليسين في صلى الله عليه وسلم إن دا أنوك يختارك ربي ذي ولم خير ذي ويني غران القرآن صغري ويني تعلم القرآن يعلمي في السلم دي ثويال خيركم من تعلم القرآن وعلمه ولكن أين رديني نتسى الصحابي صغورس مباشرة ساموغليس ذالرائيس ذواليس وقيل إلا دي سوى والي العلماء لأنو قيدنا قول الصحابي معتبر مصدر من مصادر الشريع لأنو قيدنا خاطئ الصحابي ليس معصوما له مقامه له فضله سندكره بعد حين أعرف يكفي دي سمسكني دي واليس لصحابة ننفي صلى الله عليه وسلم ولكن السؤال هل الصحابة أغلظنا سعان العصمة الجواب لا عدالتهم ثابتة عصمتهم لا يكفي عدالتهم ثابتة نصا بنص الكتاب بنصوص الكتاب والسنة ولكن عصمتهم لم تثبت لهم العصمة إذن قول الصحابي لنعلم ديني يستأنس به ولكن ذا مديني ذا ونصح في السعان الصيفات والسعين روية الصحابي أولا يصن اللغة العربية يصن تعرف والقرآن كذلك تعرف صفي مدام السنن اللغة العربية يعرفون سرارها هم أولا بمعرفة مقاصد النصص ومعاني النصص لا يمكن من الف ومعاني النصص ومعاني النصص ومعاني النصص لذلك يمكن أن يعيش الله يكفيه شرف الصحبة يا ربثني دنتس عليه الصلاة والسلام في السنة السنة اللغة العربية والقرآن نزل بالعربية صورة الشعر الآية مية خمسة وتسعين بلسان عربي مبين صورة يوسف إن أنزلناه قرآن عربي سعن السبثة يطيس ثلاثة أنهم يعرفون مواطن التنزيل وأسباب النزول عاش الزران لكن سناعمر الخطابين يسمون الزريغان دادنزل ذا شو تنتظرو فان دادنزل يعرفون أسباب النزول نزول القرآن كما يعرفون أسباب الورود بالنسبة الحديث ما هذا القرآن أدنيني أسباب النزول إذا كذا وكذا 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 إنزلت القرآن هناك زران ذا زران من الأحاديث أسباب الورود لسير كونسطنس الظروف عند أن في صلى الله عليه وسلم يناد حديث إما سنة قولية أو فعلية أو تقريرية أحينا عمر بن العاصي كذا وكذا وكذا بعد نبي الصلاة والسلام أجازه ويقبل نغل فلن يخدم كذا وكذا يقول صراعا لذلك الإنسان لقى ذا قدر فمسلت هذا يذهب إلى حذر بشور الظارع الغلاظ لذلك لذلك نغل أن يذهب إلى الظرب إلى الغلاظ ميل الغلاظ في الصحابة ثروي أولامي ما يشم فياكو أصف صراعا لذلك نغل افصل الدكس ما شاء الله الصحابي من اجتمع من اجتماع من اجتماع من اجتماع من اجتماع هذا تعريف الصحابي وين اوالان في صلى الله عليه وسلم إلا الصحابي هذا غير هناك مثل نظلم وين في ولا المعنى يسير يقول انه يكون ولا مثلا يسكن ونوالر لذلك انسينا من اجتماع اجتماع المقصود به اللقية المعنى يستمليليث يختار دول يقرز في مليليث أماكن يزمر أثيم لي وين سوالين أثيم لي وين سوالين اند من اجتمع يرند الشرط والسين اند مؤمنا مؤمنا هذا قيد معتبر لذلك 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 ولكن ما يقولون المشركين يقولون لذلك لذلك ولكن ما يقولون لا يقولون لا يقولون لذلك لم يؤمنوا به ولم يؤمنوا يقولون مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم لذلك لذلك بعض التعريفات ما يقولون يقولون ماذا تجدون سبكي إنه مات على ذلك ذلك لذلك يقولون إن كان لدينا الكلام سبكي اخوص لا يجب أن أخوص أنر نحارب في اللحظة نحارب في اللحظة إننا مؤمناً معنى ظل بوصف الإيمان إلى أنمات وقال معنى منطقيا أدنني تجد دين سبكي سعى الحق أدنى الكلام سليا مشطوح أفهمي الفهم بلا مسغس في غوال إمدين مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا يكفي المعني يس يومنيس الميموث ومات على ذلك للوقي دينا خاطئ إي لقص نرن الشرطة تجدين سبكي وثي دينا ومات على ذلك يعني مات على الإيمان أي غر بشد سفعذن ليخرج من خارج عن الإسلام خطلن وقذو منن بعد ردة ارتدوا للمرتدين منرند القيد المعني يس بش أذفغن وقذيفغن استقبالي اذفغن أذفغن في زمرة الصحابة وقذيفغن في الآيمان نمس فهم ولكن ما يجبنا تجدين سبكي وإن لم يروي ما معنى ذلك؟ لم تثبت عنه رواية لن الصحابة ودروان نرى ولذي من الحديث وقيمتين صحابة أذفغن ربي في الله ودروان كل حديث يحضر يسلع ولكن لم يروي وفي هذه الرواية لم تزد نقطة التي تجد الإحصاءات كل وليس حايد يروى طبعا أكثرهم أبو هريرة يعني ذي النساء ذي سيدة عائشة ثروة ألفين ومئتين وعشرة من الأحاديث سيدة عائشة أم المؤمنين كل يون زيد بن ثابت أشحال وعثم بن عفن أشحال عائد بن أبي طالب أشحال عمر بن خطاب أشحال كل يون أشحال خالد بن الوليد يعني عشو يطع لك كل يون اللان المكثرون اللان المتوسطون اللان المقلون اللان وجد ولا شاك اللان نربع الصناف لذلك تجدين سبكي يناد وإن لم يروي ولم يطل مقل كانوا أوليس يجزم خير الكلام ما قل ودل إزمال ديني وإن لم يروي رواية أو يروي حديثا وإن لم يروي أفهم معناها لم تثبت عنه رواية ولا شك لم ينقل ولا حديث أيغر دفك الشرط بشو ولش ولا دين إذا لم يروي حديثا يستبعد نغي يسلب منه وصف الصحبة لا أذي ويشار في الصحبة وصحبي ولا مر يبار ولا ذيون الحديث في ديار وراء في نفس الله يسلم يكمل يرناد تجدين سبكي مصنف إناد ولم يطل ولم يطل يعني أريض ولارا الصحبة أي نسلم تكون طويلة لا يسلم لقال لما سأسجها سنة عامية أو سنة شهر خاطئ ذي دينا ولكن لذي دينا للتعريفات خطر التصن التعريفات قل لذي دينا ولازمه مدة كافية لإطلاق وصف الصحبة عرفا سنة عرفا سنة عرفا لذي دينا لذي دينا لذي دينا نقلا عن العلماء الذين قالوا به ولازمه أي لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة كافية لإطلاق وصف الصحبة عرفا السمحتيين لا يوجد المعنى يذهب يقضد فيهم التاجر السينيز نزيد كذا وكذا ذي من لذي أن بعد السيني كن صحبي يذهب دور النبي الصلاة والسلام يغفل لك ذي ورق مريف قمض رئي ذي باشا دينكيني صاحبته صاحبته انت لم تكن صاحبا له لم تكن صاحبا له حتى في الاصطلاح ذي الاصطلاح إزمريون دي وناديني لفلاني زميل عمل كوليك دو تراضاي هي ويظن نظن مرافق فارك فضي ساف وير قو ساز قال ماذ فريح وزي مرا سا حين وان كذا وكذا ام دا كلي وعرفا خط العرف معتبر العرف معتبر لذلك لذلك لن العلماء من اضافوا هذا الشرط ولازمه مدة كافية لاطلاق وصف الصحبة وعرف مدام خلف للتعريفات لذلك ظهر التفاوت مركز معي ظهر التفاوت في عدد الصحابة بسبب اختلاف التعريفات والتباين في التصنيف لذلك العدد مخلف مخلف كون دين كان دقي رواد مسجد الشيخ العدد رواد المسجد ماشي عدد يون دام سفري الزلط يروح بسمحتي يكون يكزر بالانوي قلنا معظم الأوقات مش المعنى خمسة على خمسة وكل خمس صلوات ولكن معظم الأوقات يلا ومان الناد ذي الجوا معي وانوي اقسان الصحبة لنصارة الفجر لنو كذ معروفين صارة الفجر لنوي يضكع كل سبع سنين ثمان سنين لذي الظلم عشر سنين لا يحكم هذا كفري ويقول إلى كل شيء إلى كل شيء صفي إذن مارن خذم تصنيف يمخلف تصنيف يمخلف تصنيف نميو سنة صفي الظلم يخذم نفس الشيء كل شيء أولاد الصحابة تنسلم العلماء تعريف اجتهدوا الصحابة ربي ند وقال الصحابة يميد ينا مثلا في صورة التوبة الآية مئة رضي الله عنهم ورضوا عنهم صورة التوبة الآية مئة أربية رضا في لسن يكفى ووال إذا كن نميد في ذريون الصحابية رضي الله عنه ميل صحابية رضي الله عنها أنحب سكن آخر وفي الأمر ساعة يوسع الأمر ولا قرث الصديق إذن مسألة الصحابي من اجتمع مؤمنا قلنا قال تاج الدين السبكي اجتمع ليدخول العميان الذي لا يرى لا يبصر بعينيه يدخل فينال شرف الصحبة مؤمنا لاستبعاد المشركين ممن اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم هناك من أضاف قيد آخر قال ومات على ذلك هذا قيد المعتبر ولكن تعريف تاج الدين سبكي يحتوي على هذا المعنى وإن لم يذكره وإن لم يروي قلنا لم تثبت عن بعض الصحابة رواية واحدة ولكن لا يمكن أن تسلب منهم صفة الصحبة ولم يطل ولو كانت المد وجيزة ليس شرطاً وليس شرطاً أن تكون طويلة وإن كان بعض العلماء أضاف قيد آخر قائلاً ولازمه مدة كافية لإطلاق وصف الصحبة عرفاً والرد على ذلك أن هذا يزيد في مقامه ولكن لا يسلب منه هذا الوصف هذا نرد بمعنى وين في عشر ناطاس وقال لذي المقام ينس سعى الفرص بش يروي عنه أكثر ولكن صفة ينس صفة صفة صحبة أما كان تسعى ببكر صديقي تسعى ويضن ولكان ملال ينس عادي ولكن المقام يختلف وذا غضي الصحبة إلا البدريون وقال يحضر غزوة بدل الكبرى أصحاب الشجرة وقاذبوا عن نبي صلى الله عليه وسلم وقاذ يحضر في غزوة تبوك ومي اسم القرآن العسرة الغزوين العسرة يقوى عارناك غزوة تبوك لن أصناف من الصحابة ولكن سعى حاجة مشتركة كلهم صحابة رضي الله عنهم واربي مدين في القرآن في صورة التوبة الأيامية رضي الله عنهم ورضوا عنه يكفيهم هذا الشرف لذلك قلت ظهر التفاوت بين عدد الصحابة بسبب اختلاف العلماء في التعريف وفي التعريفات وفي التصنيف بعد ما ديننا المصنف بخلاف التابعي بخلاف وفي التابعي وفي التصنيف الصحابة يلق التابعون هذه المقرنت الصحابة مقرنت هاته هاته تاجد دين السبك كيف كان مركزا ملخصا لا يكثر من الكلام الكلام يحمل الإشارات والإشارة تحمل الدلالات بخلاف التابعي لكن كان بخلاف أنفهم باللي اللي انت شرطة ديني في التابعي وانت ديننا الصحابي بخلاف التابعي مع الصحابي إناد وقيل يشترطان ذا شو المعنى يشترطان معنى تشترط المصاحبة مع الرواية وقيل معنى يس يس ديننا ولكن وقيل معنى يس مدين يشترطان معنى يس إلاق التابعي بش نفك الصفة يس إلاق ذي صحب الصحابي كلي وننوي صحب ويصحب كبار الصحابة لنويض صحب صغار الصحابة صغار الصحابة مثل ابن عمباز مجاهد مثل مجاهد بالنسبة لابن العباس مثل ابن عمر يعني طوس مثلا وهكذا لذلك يشترط المعناه تشترط المصاحبة مع الرواية بعد بعد شو دين وقيل بيض الرأي نظن جاء برأي آخر وقيل أحدهما يعني هناك رأي بين العلماء يقول لا تشترط المصاحبة مع الرواية نكتفي بالمصاحبة وحدها أو بالرواية وحدها يكفي يوت سيسنت وقيل الغزو وقيل سانة أو سانة يعني قد يقيم أكد الصحابي سانة تقول اجتهادات اجتهادات ولكن للأمانة العلمية ذكرها المصنف رحمه الله بعد شو دينا مرة دينا غينا معنا يستجد سبك ولو دع المعاصر العدل الصحبة تقبل وفاقا للقاضي يعني لو كان دين تقي ونسي التابعين ولو كان دين تقي ونسي الصحابة أدين كين صحابي مقرغ دين في خني ولا شي كون فقيم ممكن خطر مشي كل صحابي لقد يوش هو للوقات معروفين جدا ولكن لنويض خط سمحتي أذكر نموذج مثالا لتقريب الفكرة الأذهان سمحتي ذك ذك دي هدار أك دفكير تفاصيل أك قنع باللي ذم دك لنبذي سمحتي سمحتي مدام سمحتي سمحتي من الصحابة من الصحابة مثالا سير أعلام النبلاء سمحتي 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 الخطيب البغدادي في كتبه الرحلة في طلب الحديث سمحتي ذكرت بعض الصحابة غير معروفين وتوسن نرى ولكن سعن الأثر نسن ذي الرواية ذي بزاف أمور وليس بعض السنن نفث تكدر ويجعل تسوى السنر تقدف تركنا كمفهوم عام يكفي يكفي هذا القطر أشو دينا ولو ادعى المعاصر العدل العدل المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم العدل معناه في كتصفة معناه أذي لمن ثبتت عدالتهم والعدل أشرنا إليها فيما سبق وهو الشرط قبول الأحاديث السنة باش نظر السنة صحيحة نماشي صحيحة لازم يرويها عدل ونفكاد الشرط هي كتب علم الحاديث ذي تفاصيل كلها تفاصيل موجودة في أصحاب هذه الصناعة إناد قبل أولا قبل تجد دين السبك قبل معناه ذكر لنا رأي الجمهور جمهور العلماء يقبلون هذا الإدعاء أو هذه الدعوة تقبل لأنه من عدل وفاقا للقاضي دائما هو دائما يذكر أحيانا يقولك وفاقا للقاضي نغيره يقولك وفاقا للإمام أو وفاقا للشيخ الإمام نغيره نفهمك المصطلحة تقيل لش المعنى ولكن ذاقية هذا الأمر يطرح إشكالا هل الصحبة تثبت العدالة أم العكس العدالة تثبت الصحبة أش المعنى خطر هل مقليون ذا صحبة كونه ذا صحبة إذن هو ثبتت عدالته نصا كلهم عدول كيف ووال وقيم وقف أهل السنة والجماعة وإن اختلفت عدالتهم اسمحتي لأن بعض العلمين كما كان دين هؤلاء مصلون ظل كيف هو مي قيمة الدرجة ربيك ذرا ربينا قدف لح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نزل كل مغرب مي لا ربيك ذرا درجة ونزل مي كفا صاد قال استغفر الله استغفر استغفر هاي غر خطر نزل بلي انخوص انقر اصار بي اسمحا ولكن وصف الصلاة تسلم وقد نزل الصائمون المزكون المصلون الحجاج إلى آخره الأوصاف لا تسلب أما المقامات والقبول لا يعرف ذلك إلا الله العبادات مرشحات للغفران ذا نحبس دا ونسكم مي دا اللي باقي والله منظر أذي قبل ربك ونسأو الله القبول لذلك تجدن سبك ميدفك ولا ذين ميدو يسوي استقصي هل الصحبة تثبت العدالة ميدو صحبة أسنف وصف العدالة النخاطي العدالة تثبت الصحبة بمعنى ما دمشيني عدل سالصفة يقول مردين يظن كذا صحبة أكناما يطرح للأسف سلطة ثرة بقوة إموثي كماك والسند خمسة يقارن تسال أساس خمسة أم زواره أن يكتسل أساس مئتين مليون ولماذا الكاغضة ركوناس ضدت خطر ما الكاغضة حواجارة إنساء الكاغض نغادي والشهود والسند خيني تسال أساس خمسة سبعين مليون والسند خيني وربعمية مليون سدوض خمسة ولماذا لماذا يتسال أساس ساعة موالا ساعة موالا يقينا أدن تقيون ديونسين الفلاني أين ديننا أثن خلص أيغر بلالكاغضة بلالكاغض نوتر موثيق بلالشهود الفلاني ما يبويد الكاغض أثن خلص ملاش خاطئ المثال وفين السوق فكرة الجواب في استقصية ذام قران استقصية ذام قران يرنم مليح في زمن لا إله الله محمد رسول الله أثن فهم ماذا يريدون أثن أيغر ثمن ما وإن ديون سن ناو وإن ثلاث غاو أيغر ثمن خطر سنمس بالله إنسان عدل إن دوال دوال وبل كوائض سلك أغض و نمس فهم سمحت الموضوع بس يحواج التركيز الكامل لذلك تجد سبك إفراغ وإنسان تشتيل ولو ادعى المعاصر العدل الصحبة قبل هذا الكلام دفع العلماء إلى طرح السؤال من يثبت من هل الصحبة تثبت العدالة أم العدالة تثبت الصحبة بمعنى الفلان معروف بعدله بأخلاف باستقامته يناد أنه صحبة صحبة أثناء من أخي لم يكن الصحبة بالله بالله صحبة صحبة و لم يكن أن مكتبت و تنظر و تنظر لم يكن يكتب لأدلة و يكن يكتب 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 و يكتب و يكتب و يكتب أسنترا أمنخ كيما بالليك شيني ذا من داكو المبادر بين قوسين ثورا دمها الضر في تمثالتك أم بعد الإمام الطوفية شو دينا لا يقبل لا تقبل دعواه لا تقبل صحبته يعني لا تقبل دعواه لأننا لا نثبت العدالة إلا بالصحبة ملميديفن ظا صحبي إبو العدالة العدالة ثبتت بنص بنص الكتاب والسنة باركلوف وما جارا مؤول الأول معنى ثبتت عدالتهم وثبوت عدالتهم لا تثبت عصمتهم ليسوا معصومين أخطأوا أصابوا أصابوا أخطأوا اختلفوا مخلفا إلا وإنظارا هي رسم ولكن فلنحذر كونهم ليسوا معصومين لم تثبت لهم العصمة هذا لا يمكن لكي نسلبوا منهم صفة العدالة الثابتة بنصوص الكتاب والسنة ما قالنا الإمام الطوفي إنه نثبت لهم العدالة تثبتهم العدالة بالصحبة لكي نظروا لكي نظروا لماذا تجارة لكي نظروا إناد تقبلوا دعواهم بالصحبة بقراء إلى قذلين للقراء وإذا قلت الإمام الشوكاني أتصدق أول نظن في هذا السياق أخذي شرح ما تبعون للقراء أما أخذني ثم ستقل الصحبة بذكك النساء إلى كذا 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 إذا ما تقفل زي ما تقبل زي ما تقبل زي ما تقبل زي ما تقبل بالقراء لا يبقى زي ما تقبل زي ما وربي ربي زي ما ربي يسنثن يونيون ما شو دينا بعد المصنف والأكثر على عدالة الصحابة المهم يعني في غد ينين جمهور جميع السلف وجمهور الخلف لا نفحص عدالتهم مهم وخطير وإلى قارب المدية والألوب هذه سعدي الصحابة الغرب حذري لا يمكن أن نخضعهم للفحص المعنى المعنى يس إزمال دي سيون أكين والي الصحابة أثن السعدي الغرب نس لاني في هنماني هنماني يرنق يرنق من الصحابة أسلم خير أسلم لنا جميعا لماذا لأن عدالتهم ثبتت نصا ميدننن رب رضي الله عنهم ورضوا عنهم صورة التوبة الآية مئة رب يرضى في الأسل دي بالجميع ودنن لما عاد ديخدم الإكسبسيا يميد يضرب الصحابة في صورة الحشر الآية ثمانية يضرب في المهاجرين يقول أولئك هم الصادقون دي يكفو هذا يحبون أنه يحبون أنه هاجر إليهم يحبون ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إذن نتأدب الآية 19 يأخذ الدرس يكو الدرس يكون أشد ناربي رب نغفر لنا ولي لأخوان الذين سبقون بالإيمان ناربي يحبون 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 أنه يدعون أنه يوجد الجامعة في السنة آخرية عندما كان الشهادة شرح المختصر الفقيه سيد خليل خمسة وخمسة انتكال خمسة وخمسة عندما كان الشهادة كان يحضر الاختماء سيد خليل كان سيد خليل هذا هو المسقر نسمى ناس الشرع عن سيد خليل سيد خليل ابن عاشر مثل الفقه المالي الرسالة ابن أبي زيد القيرواني لا يعني أن الشيخ يزورها سيد خليل سيد خليل سيد خليل سيد خليل سيد خليل لكن صغران القرآن حرزان بسم الله ما شاء الله صغران من صغرين تاجرون لأنه يبنوا حضران تاجرون هذا العقل ما شمد رسا ثورا ذي زمانا جيد غسينها وهو جدا خاطئ نتأدب نتأدب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان لذلك قرن الفضل للسابق وإن أحسن لاحق الفضل مزول مقر أولا موجد يسانا بعد خذ منين الهنة ثني عين ربي قول السلف هذا هو قول السلف عن الصحابة رضي الله عنهم وأكثر من ذلك ذا شو دينا الإمام الطحاوي يناد وحبهم يعني حب الصحابة إيمان وعدل وإحسان وإنك حمل الصحابة ولكن ما هو الأوصف إسم ديك إيمان سعيد الإيمان وعدل سعيد الميزان وإحسان سلط درجينك ذي الفهم ذا شو دينا وبغضهم والعياذ بالله كفر ونفاق وطغيان وبغضهم وبغضهم كفر ونفاق وطغيان أن نذهب كالساوي لن نسلي وعدالة الصحابة هي الراية والأمارة التي اتسم بها أهل السنة والجماعة هذه رايتهم وهذه علامتهم وهذه نظرتهم إلى الصحابة الكرام ما يلا وين يفتح النجقاق نغطى قام شطوح نغطى بورث اللي اتعني في الصحابة هذا مدخل الخطير لضرب الشريعة مع نيس أمين الدين في بورث بشا تشوث الشريعة بل أكثر من ذلك أظوظنا لما ذنثني ربان ولا ذنسا أثوظا يعني ذن نبي محمد صلى الله عليه وسلم أما كسيني هنا واش تصرف كيف تخص يعني أين يتخذ مضاكني ذي دار الأرقم ابن أبي الأرقم شوية كان خاطئ هذه نصيحة لإخواني وأخواتي خاصة في هذا الزمان انتع الانترنت كل شيء يغلي السهل انروح كنس تساول إثبات العدالة للصحابة بالنصوص الكتاب والسنة ما دين نبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والأدلة كثيرة في الكتاب والسنة وما ذكر على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر ابن عبدالبر المالك القرطبي حكى الإجماع في هذه المسألة آه هناك مثال تاقي يعني عدلة الصحابة محل إجماع إذن لا يمكن أن تكون محل مناقشة فورا الإمام الغزالي في كتابه المستصفى أيضاً حكى الإجماع والإمام النووي قائمة طويلة من أقطاب العلم الذين حكوا الإجمع يكفى هو الله بعد ولك انتاج الدين السبكي بمنهجه العلمي ما دينه؟ وقيل صغة التضعيف لا يمكن أن تكون رأيي السلف والجمهور الخلف والعلماء وكذا وكذا بعد وقيلة إنهم دينان هم كغيرهم أيضاً لا يمكن أن يكون كذلك فإنهم فإنهم أغدقوا أغدقوا سيكون فإنهم إذا كانت من الزواج فإنهم 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 ذا قديم إلى ويني سنة عشراء القرون صافي شو دي بيضار ذا جديد دي بيضار ذا جديد يهوه كان يهوه كان تسهد ضغمانيك تسهد ضغوياض أتسهد غشيدي الغلاظ ها حتش الدين سبكي إموه 771 الهجرة ما هي القرونة هي النثيد بشيكي قديني يزمونه دي قرار من النثيد من باب المنهج العلمي وقيل هم كغيرا طبعا هذا قول باطل وقی قول باطل لنوقدي دينا وقيل إلى قتل عثمان ها خذبان لغرفال قرزنك الصحافة اسمي ذرشوال اموث عثمان بن عفان آه من بعد ذا ها اقدرنو ها شو دينا وقيل إلى من قاتل عليا ذا 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 مثلت كون يهضر بوقيت التاريخ يرسا الى الخلاف ليسوا معصومين ولكن عدم وعصماتهم لا تقدح في عدالتهم الثابت نصا رضي الله عنهم ذا يكن او ذا كان قرزما نكني ثورة ثورة انا نركز في ثورة نكني ثورة ماذا الصحابة رضي الله عنهم جميعا طبعا كل هذه الاقوال باطلة كلها الاقوال التي قيلت الآن بعد الكلها باطلة معدى القول الاول الذي ذكرناه طيب ثورة قد نروح المسألة النظام المرسل ذا قد فيه كلام كبير المرسل المرسل طبعا الحديث باش عند علماء الحديث باش تثبت صحتها لا يسقط الصحابي راويا لك المثال عن سعيد بن المسيب الحسن البصري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هادي نظام هندثو الصحابي سعيد بن المسيب هو ليس صحابيا الحسن البصري ما هو صحابي الحلقاني ثيزم ما عندها وقية المرسل ما هو مرفوع التابعي تابعي رافعه النبي صلى الله عليه وسلم عندك الحقدن وقيد حديث المرسل لا نأخذ به لا نعتمده لا يحتج به أي غير خطر للصحابي إلى قذلية لا ينقطع السند إلى السند لا ينقطع ما لا ينقطع صحابي صفية وزمد من التابعي للصحابي التابعي إلى قذلية يرواثد في الصحابي أم بعد الصحابي يرواثد في صلى الله عليه وسلم هكما أقول المهمة شو دينا مسألة كذا علاجها معالجة دقيقة شو دينا مسألة المرسل قول غير الصحابي لكن دقة يدينا غير الصحابي معنى يقصد إما التابعي أو تابعي التابعي إما يونسي التابعين يونسي تابعي التابعين ونفتوس هذا الحديث خير الناس قرني سأجي ذري ويقصحان خير القروني قرني أكيد سنمد خير القروني قرني خير الناس ومن من قال هذا الكلام الأخير محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله إذن خير الناس قرني ثم الذين يلونهم من تابعين ثم الذين يلونهم معنى تابعي التابعين والمرصل هو كل حديث سقط من سنده الصحابي فسقوط الصحابي هو الذي جعل الحديث مرصلا لكن افتح قوس مهم موطل إمام مالك سعى المرسيل ولكن وإلى قرية وإنه يصدر الحكم من بلا كان أكي لا لا أروح سلعقل كل حاجة سلعقل الأحاديث إذ يقيم المرسلة أصبحت موصولة طبعا ما هو موضوعنا في الموطأ بشد نفك التفاصيل لكن نحن سلعقل لا نتسرع في اتخاذ الأحكام لا نتسرع في اتخاذ الأحكام طف لا لا غر مثل غريض أكدفان صواف بإذن الله من القراءة يجب أن يكون هناك مزاجور لا كان هناك مزاجور هنا الصندق العلم هنا مزاجور هنا 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 هناك مزاجور يجب أن يكون هناك مزاجور يجب أن يكون هناك مزاجور لا يمكن أن يكون هناك مزاجور أو لا خمسين فالمئة مزاجور ومزاجور بالعكس الإمام الشافي إنه كلما ازددت علما بجهلي لذلك مثل ما دنيني عن سعد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو حديث مرسل هو صحابي الراوي نقول عن الإمام الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كيف مرسل فالمرسل هو مرفوع التابعي ثورة إلى القول دينا أهل حديث المرسل يحتج به ذاكي ثورة مخلف الفقه القول الأول ما دينا تاجد دين سبكي أنقل كلامه المصنف واحتج به أبو حنيفة إذن أبو حنيفة النعمان واحتج بالقول المرسل حديث المرسل إنه يحتج به وتستنبط منه الأحكام ومالك الإمام مالك أيضا والآمدي الإمام الآمدي صاحب الإحكام بعد ما دينا تاجد دين سبكي مطلقا معنى يحتج ويعمل بالحديث المرسل مطلقا في مجال الإيمان العقيدة في مجال العبادة في مجال الأخلاق في مجال المعاملات إلى آخره لا يرون السقط يعني سقط الصحابي مؤثرا في السند قال لا يؤثر هذا هو اختيار الآمدي ولكن حتى الإمام أحمد صاحب المسند في أشهر الروايتين إسعى روايتان أشهر روايتين تقول بهذا القول باللي يحتج به الحديث المرسل إلى القول الثاني أشهدين يقبل إرسال المرسل إذا كان من أئمة النقل وهو ما اختاره ابن الحاجب إنه يخلدي فرما يونم سعيد ابن المسيد يونم الحسن البصري أسنقذل فأعتبر من الأئمة من أئمة النقل إنه يخل لم يذكر الصحابي حادي نثق في كلامه دون مصدر تشفين من نهضر في موضوع الضبط ننادي الضبط ضبطان الضبط ضبطان الضبط صدرين وضبط كتاب إلا وين يذبط ذينك يحفظ يحفظ مليح نول فيه نول فيه الراجح الغالب إنه يشف مليح أما هذا العلم ما هذا التاريخ ما نغال ما يهضر دسنا كثيرا مزوغ إلا ويظن نظن خارط والهادي يفكي شهادة غسة بعد ثلثيام نظن دفني كدعي ويثير شوية ما هوش ضبط ولكن يسعين نظن ضبط كتاب ماركيارو يورا هذا رحمة رب لنسي نيكل مدرسة القديمة تصيرون سفوس ليس ما يعني يقول لها الأوردناتور وليس نفس مثال سفوس هي أخر ليس ما يستقفالين لنه لنه سفوس ويوجد لا يوجد سفوس وطبع هذا أمر معروف لذلك لذلك إما أكتب المصح في الشارفة المسخة إن شاء الله هذا يسواس يستقفال المسخة لأنه ينتظر لأنه ينتظر لأنه لأنه ينتظر المسخة أن ينتظر الأوردناتور أتوالي ضشحال أيغردني غولاقي ممن ثلاث قارن ميل من أئمة النقل ثقة في نقله ثقة في نقله هو لم يذكر الصحابي أصلا لم يذكر الصحابي أصلا ولكنه موجود عدم ذكره لا يعني عدم وجوده ولكن كما ألف الناس السقية قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى وديفذر لا صحابي ولا ودينار عن فلان عن فلان دينار مزمير دغادي غلظ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا خذ ميل خرطك كما كنت تمتساث دارا خذ ميل دوني فيك كما كنت تمتساث دارا خذ ميل خرطك كما كنت تمتساث دارا وقال ليس حادث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نشاهد الحادث ورسارك والأصلا ولكن أمزر يسا لذلك لأن الأحاديثي قلحون تسوى سنن ولكن ما نشاهد الأحاديث اشتهرت ولكن هي أحاديث منكرة أو ضعيفة ضعفا جيدا يعني جدا أو لا أصل لها أو إلى آخر ما تعلمون إلى القول الثلاثي دينان المرسل ليس حجة هذا قول الإمام الشافعي إنه الحديث المرسل ميلاء يروح صحبي سقوط الصحابي الراوي هذا سبب من أسباب تضعيف الحديث الحكم على الخبر بأنه ضعيف هذا قول الإمام الشافعي ومن اختيارات القاضي أبي بكر هناك إشكال آخر علجه تجد سبكي هل يجوز رواية الحديث بالمعنى وكذا يومي شغل النظم يعني ما يجوز أدوض الحديث النبي أصلاة وسلام أدوض كنز أدوض كنز المعنى ينس المعنى ينس إنها أدوض الضوال سوال أدوض أدوض الضوال سوال مثلا ذي ثعرف أدوض الجلوس هذا المورد فينس القعود مدين في أصلاة السلام صل قائما الضل سيفدي مثلا ترجم قبيلي فإلا تستطيع فقاعد فجاليس سفي زمر في أصلاة السلام فقاعد الراوية فجاليس السؤال هل يجوز أدوض سيفد الوال إنه دك سيفد الوال الحديث متواتر لفظا نغضر الفلاس مثل حديث نبي أصلاة السلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من نار وفي رواية أخرى من كذب علي فليتبوأ مقعده من نار هذا الحديث رواه ثنستين صحابي منهم عشر مبشين بالجنة يعني كفاو ثنستين الصحابة إثي ديروان لندك سن عشر مبشين بالجنة واقي حديث بلغ أقصى درجة التواطر تواطر لفظي إنو معظم السنة تواطرها معنوي مشين لفظي ثاقي إسقرشيت تجدين سبكي ما ديننا مسألة الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف شو المعنى أغدقار معظم العلامة ننديجوز أدنقل الحديث سلمعنى إنس كان ولكن ولكن للعارف ولكن للعارف وينسنن يفهم ثم سلايف خطر متسي فيهم أدنقل إزمار سعرق إذك سوال يوينيو والوايض ما تجد المعنى ينس ما تجد المراد في نس أدنظ مثلا أيغر أشغر أشيمي آين القذائل فهمت ومخلفات ما تجد المعنى أشغر ويضمار يوينيو يندي أشيمي يفد الله ولكن المعنى يفد الله يسنت قذائل نمس فهم ميلة ورسينا أنت وظهرك وإنها ليس حجة أسين شو السندار ثقذيلي قبل غير دوضك شوال إنه تدسي الحاج تدوضك شيني جامي خطر السندار ثقذيلي إنسي إيجر نصفها معقول شو تفهم دار السندار المعنى نتقذيلي ذاقي ورقصدار يعني إيجر نصفها معنى يقصد يتفل وإنسي نستكاث هذا المثل أثير شغل حقص المثل وايض نكون نمس فهم برس كذ القذائل ما وإنها 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 لا يفهم نعم وإنها وإنها يقول معنى نعم أثير وإنها وإنها عدد وإنها أرس يتفهم لنه نعم وإنها نعم وإنها نعم نعم وإنها نعم وإنها وإنها أعرف قسمة ضيزة بيقين لأنك لم تفهم لفظ الكلالة ولكن إذا استوعبت لفظ الكلالة تفهموا أن فلانا لا يرث إلا كلالة أي عند عدم وجود الأصل المذكر وعند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا ثورة فهمة ثورة فهمة لفهمة ملاش ذيني مدينة الأكثر على جواز نقي الحديث بالمعنى للعارف ونسنا أكيد نتج دين سبك وقال الماوردي إن نسي اللفظة وقيل إن كان موجبوه علما وقيل بلفظ مرادف وعليه الخطيب ومنعه ابن سيرين وثعلب والرازي وروي عن ابن عمر الله سيند الفيزياء يشدوك لهدك ماذا كيف يقدر خمسة الأراضي في كذلك يقدر خمسة أهد شرحك أولا كي يكو ذنسي هده هنا ثورة كهيد شرحك أدفق نغا كل أقوال لكي خمسة القول الأول يند الأكثر على جواز نقي الحديث بالمعنى للعارف معنى الراوي وند يرون الحديث العارف يسنن تعرف ويفهم الدللة الألفاظ إلى أخيره يجوز له يجوز له أن يستبذل لفظا بلفظ خطر يسن يسن يجوز له خطر يسن ومن ثم أن يجوز له ويجوز له فهي أعين بل أن يكون الشرحك فهي أعين؟ أم أن يكون الشرحك ومن ثم عن المعنى للحديث هرب ألو أعداد لكي يتود يصدق ويأتي الوصيد ويأتي الوصيد ما تفهمه؟ لا تفهمت ما تفهمه؟ ما تفهمه؟ ما تفهمه؟ ما تفهمه؟ هذا لا تفهمه لكننا يجب أن يكون يقوله مرفوض يجب أن يكون لا تبني عليه الأحكام من فضيونه وزنيت ويأتي قبل أن يكون صيد في سلاثان ويقوله لأنه كان لفلانيين أثجغ إصفيتر نعزازك وصية تستمع الله الله هذا كان يجب أن يكون يقوله ويأتي سأل خطر خطر وهو قول الجمهور وذغ الأئمة الأربعة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة الإمام أحمد مرنا ندول وعليه العمل في كتب الحديثة على وجه الإطلاق كلها تعمل بهذا القول هذا البخاري في صحيحة هذا المسلم في صحيحة الإمام الحاكم في مستدركة الإمام موطأ في موطأ الإمام ملك في موطأ الإمام أحمد في مسناده الإمام أبي داود في سواني هذا البخاري طبقا للقول الثاني المذهب الثاني الرأي الثاني خاص بالموارد الإمام الموارد قط من الأقطاب ما هو المعنى؟ وقال الموارد إن نسي اللفظ هناك ميت هناك لقادياوي أولي ديناً فيه ولقارث يفدل ما يناد أشيمية ديني أشيمي وهي تفدل لها شغار أول كان دينا ديني ولكنه يجوز له أن يستخدم المراد إن نسي اللفظ الثاني أولي ديناً في صلى الله عليه السلام وفي غران سوى سوى ولكن المعنى يس احتدوغ سوى والوائل ذاقي معلش إنه ما يلا نسي عاجز عن تذكوره يجوز خطرة شو دينا إنه فإذا عاجز عن تذكور اللفظ وليس عاجزاً عن تذكور المعنى نقبله يجوز يجوز أول ما المعنى يجوز ما هو منطقي أستنظم النظر أولي دينا أولا ذا المعنى يجوز نقبل هذا ليس منطقياً وهذا كلام الإمام الماوردي أيغر يقالك لأن اللغة سعى المطارة دي فات القدرة لا استطاع ذي الآية ديني من استطاع إليه سبيل الحج ولكن ما يجوز شرح الضيز ما ديني ويني سعى القدرة اذ غام استقفالي الثزمرث ما يسعى الثزمرث وثزمرث أكيد غاما شيء ما يعني فثزمرث الجسدية يسعى الثزمرث دي حوج يسعى الثزمرث بذريم ثلاث الثزمرث منيظاً ما يفقد ذي السقارث ها ثلاثة 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 يقول لهم ثزمرث الجسد ثزمرث الصحة ثزمرث تذريمث ثزمرث ما يفقد ذي السقارث ها ثلاثة المهم أن ينفهم نقل المعاني هذه عجزنا عن نقل الألفاظ ولكن لسنا عاجزين عن نقل المعاني وهذا رأي المور دي الرأي الثلاثة شو ديننا إن كان موجبه علماً من ذا يدهنا حبس ذا ولكن لو يدن أدين نران إلى قاة يدنني باش أن فهم شو المعاني معناه قال لك رأي الثالث إذا كان القول المنقول لني بالمعنى يوجب علماً نقبله خطرة مستغذيفة مثلاً أقدم سلاي سمحثي في المتبايعان بالخيار ما لم يتفرق تنقصي ما زن الثالثة مور ما زن الثالثة 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 تنقصي سمائتين مليون يقفل هذا إجاب وقبول ما زن الثالثة ماذا زن الثالثة إن أقوم بك الكواغة لا ولكن لا يتحدث ما يرون ه يرون يحواجر الدين الألفاظ أم ما زن الثالثة يحواجر المهمة هي العلم ومعلومة أديني ملالين مشاوران هضران سقرشان بعد مسفهاما ويزنز ويوغ كفاوال ولكنه يمكن أن يحكى يمكن أن يستعرف نصد قفيلي يمكن أن يحكى وقيمنا كما عليش نتقبله بالمعنى وقيم المقصود نغاد يحكو مثلا في نعيم الجنة نغاد يحكو في أهوال يوم القيامة ما يحكو في السيرات يحكو ذاك أن تفغيض المهم المعنى سيلي ذوينا الفضلتهم هذه نظرة رقيقة من الموس وكي نرقيقها من السيف وكي نرقيقها من الصغار يعني ذا المعاني ذا العلم وكي ذا المعلومة أم فكي نغفر في مجال المعاملات ثورة نغال ما لم يقوله تاجدين سبكي باش تتضح الصورة هيدين ثورة ولكن ما يقتضي عملا لا لا ذيني تشترط الألفاظ مثلا نغفر التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله إذا سمعت نغفر 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 مرحل مرحل نغفر تحيات نغفر نغفر سيجنوري جزال سيجنوري بالمعنى خطر تقتضي عملا وعبادة خطر لك أن يجوز تغيير أنفد الميد لذي تكبث إحرام الله أكبر هل يجوز الديني بالمعنى الله أجل لا يجوز الله أعظم لا يجوز ذي سجد سبحان ربي الأعلى وذي نقرأ سبحان ربي الأجل خاطئ وذي نقرأ ذي العبادات أين دينك لا أعلم ما ثبت هل تفهم ثورة التشهد وذي نقرأ تشهد صحيح وذي نقرأ أمنا عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم يبدو كسيح التشهد وذي نخدم نكوني المالكية تشهد العمر بالخطاب وذي نقرأ وذي نقرأ بحضور الصحابة ولكن الشافعي قرن خاطئ نكوني نتبع الصغة ابن عباس يكوني صدي ونك السلام على جبريل يكوني نقرأ مما ينفيد يجوز أي غير خطر الصغة صحيحة حديثيا في الحال أي غير دنيا أولا ما عندها في مجال العبادات لابد من مراعاة الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن في التشهد على وجه التمثيل اختلفت الصيغ هذه الصيغة النومي السلام السفقة للإمام مالك الصيغة عمر بخطاب تشهدني للحديث رقم 200 واردة الصيغة ني تشهد سيدة عائشة السفقة للإمام مالك للموطة النص رقم الحديث 203 صيغ صحيح إذن الرأي الرابع ثورة أدنو غال الويصة ربعة وقيل بلفظ مرادف وعليه الخطيب بمعنى الخطيب البغدادي في كتبه الكفاية أشار باللي اللفظ المرادف يجز المهم أذي لي لأن اللغة العربية سعى المرادفات أستفض لسان العرب محروف قاموس معروف معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي في كذلك ثير اللغة في القرآنين أستفض للموقف المناسب سمحي الوقت لا يسمح بشد تفاصيل الدقيقة في ذكر الأوصاف وثير لغة العربية التي هي ويعاء القرآن والسنة هذه اللغات التي قفت أنها سعى إذا كانت تغلق ثاب بورث أو هار الزي لأنها كان سربح ثاب بورث أي خير سربح ثاب بورث أولا يغلق أو هار الزي والزي في ذلك خير سنضي سربح ثاب بورث سربح ثاب بورث أنها سنضي أمذ ثاب بورث خفيفة ولا سنضي أغلق ثاب بورث خير السنضي أنعام ولا سنضي ذا شو ذا شو تفهم أظم تفهم مما السنضي ذا شو خير نعام بش السنضي نعام ما هي الخير خير ثاب بورث ما سنضي ما عايش ولكني ولاش ما عايش ذا الخير كان إلى هالخير كان صدرت حانوث السنضي في كي تغاول سيني ولاش إتس بريزي ولا شي ما هي ذا الخير كان أي خير صفي إذن الإمام الخطيبة قيل الخطيب البغدادي صاحب الكيفاية إنه وقيل بلفظ مرادف معناه مدام لتطرادف إنه انتصر لهذا الرأي التطرادف في اللغة إذن فهذا أمر جايز ولكن إلى الموقف الأخير ماذا بالأخير شو دينا ومنعه بن سيرين محمد بن سيرين شو دينا محمد كان بن سيرين معناه سوى السن وثعلب ورازي أبو بكر وقيل ونشوارو يعني ابن عمر هكذا هذا كلام المصنف معناه هذا الرأي يمنع الرواية رواية الحديث بالمعنى مطلقا وهذا هو الإنصاف وهذه هي الأمانة العلمية ولكن في الختام لنفك السؤال هل يجوز ترجمة الحديث النبوي باللغات هل يجوز الجواب نعم موليش ذا غفل خطر يمس أنجليزي وستظر استظر وكيف فهمنا ترجمة المعنى إنجليزي ذا ذا في فهم سوف تجوز الترجمة ترجمة معاني الحديث حتى معاني القرآن القرآن الكريم ما رهي وترجمة معانيه إلى اللغات العالم إلى كثير من اللغات العالم هذا ما رهي العلم السؤال المهم وفيه جواب قالك إذا كان يجوز ترجمة معاني الحديث النبوي بلغات العالم فاستبدال أكساوال أدن أدن في دل أدن يروح أدن 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 استعرف هذه معنى المعنى محفوظ والمراد فالمختار يؤدي المقصد يؤدي المعنى وهذا السؤال الأخير وهذا المنطق الأخير هو الذي يدعم رأي جمهور العلماء الذي تبناه تاج الدين السبكي رحمه الله للحديث بقية في المجالس القادمة إن شاء الله وقدر والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة